يبدأ الفيلم دينا بشكل رسمية ليو يريد المصارعه كثيرا ودائما يحلم يلعب مع المصارعين المشهورين في واحد الصباح في قاتل جديده كي يذهب للمدراسة ويبدأ بشكل كثيرا وتلعب معه والجد رأسه وهو تسلم على أبا ستيف وخرج للمدراسة وهو في الطريق تلقى بصحابه ومشوا مجموعين جاء عندهم طوم المتنمر للمدراسة مع صحابه وجبد من شكارتورس ما رسمها ليو على أنه باطل وبقى كي يضحك عليه فشافتهم الأستاذة ديالهم وداتهم للإدارة فشكانوا في الاستراحة للغداء ليو كي يبقى حاضي إيريكا لي كان معجب بيها ولكن معمره ما قال لها شي حاجة حيث خايف تحشمه خرجوا من المدراسة والقى المتنمرين كي يسينه على بره هو هرب منهم وبقى وتابعينه حتى وصل لواحد دار معروضة للبيع ندخل ليها وتخبع منهم فيها ندخلهم من موراه وغير شافهم والدار جراء عليهم ليو لقى صفوة البيت في الماتيريال الملكامة ولقى واحد صندوق فيها ماسك وكانت ريحتهم جهدة وخيبة كثيرا ودخل عليه مورالدار وليو طلب منه اسمحة تدخل بلا إيدنه ولقى هذا القيناع فقال ليو كنت أريد أن تجربه صافي مورالدار قال له خوده حتى وخى ريحته خيبة يريد أن يجربه وخداه مشافر حان للدار فشوصل جدته شمات الريحة وهو قال ليها لا ما كانت شي ريحة ما شميته دخلوا وبدأوا يتفرجوا في البرنامج المصارعة الذي يعجبهم وقال ليها كنت منكم كانت عندي شي قوة خارقة لكي نصارع به هاته أنا شوية جاء يشهر يعلنوا فيه على مصابقة المصارعة الحرة والذي يربح سيأخذ خمسين ألف دولار وهذا الشي في المدينة اللي فيها ليو هو وجدته وفرحوا بزاف شوية جببه من الخدمة وكان عيان بزاف حيث خدام جوج ديال الخدامي مشاهل الكوزينة باش يأكل وتبعته جدا وقال ليه من نهار ماتت بنتي لم تكن بقيت كديها ولا ترد البال لولدك فقال ليها كان شكرك بزاف حيث جيتين تتقابله وخاصني غير نكمل الكريدي اللي كيتساني باش نقدر نخدم غير خدمة وحدة وذلك الساعة سيكون عندي الوقت لولدي حيث لما درتها كه الضار اللي نساكنين فيها سيأخذوها مننا ليو كان يسمع كل شي وبقى فيه الحال طلع البيته وبدل القيناع لقى ريحته زادت جهادة لبسه وبدأ يجرب فيه قدام المراية شوية صوته أو كبير ويهدر بطريقة احترافية بحل شي مصارع يبقى يحيد فيه ويرده ويتأكد من ما يوقع عليه حتى يعرف بأن هذا القيناع مسحور بدأ يجرب القوة دياله وقدر يهز الطوناوبيل وهر الشجرة غير بقى يصمر رجله ودابا يتأكد بأن هذا القيناع يعطيه قوة خارقة لما يلبسه يقلب عليه في الانترنت وقام قلع عليه يقول بأن هذا القيناع فيه قوة سحرية يقدر يأخذها غير ما يستحقها وهذا القيناع هو اللي يختار هذا الشخص الغدليه مشال المدراسة وشاف هدوك المتنميرين يضربوا في واحد الولد تعصب عليهم ومشاط فاته ولبس القيناع وضربهم كاملين وفش على الطو وقورسهم معلقين في البلاكارات جاءت الأستاذة واخداتهم كلهم المدير جابوه خداه وهم في الطريق قالوه لا يبقى يدير صداع حيث هو لا يمكن يسمح في الخدمة ويبقى يأتي كل مرة للمدراسة ولكن صاحب ليوه كانوا فخورين كثيرا وحتى المدراسة كلها تهدر عليه وعلى الشجاعة وفشعة وشاف هدوك الإعلان المسابقة جاءتوا فكرة بشارك وإذا أربح سيقدر يخلص لبه الكريدي ومن ثم وهو خدام يدرب رأسه على القوة القيناع وجاء النهار للتسجيل وفش وصل كل شيء بدأ يضحك عليه حيث يصغير كثيرا وضعيف لبس القيناع ودخل يتسجل بدأت اختبارات القوات المتسابقين وتعرف على واحد المتسابق اسميته سيمون الاختبارات بدأوا وجاء المقدم المسابقة وإعلان على أول مرحلة والتي هي يرمي البرامل الأبعاد نقطة تقدر عليها طلعوا واحد المتسابق وباين فيه صحيح اسميته سام ورمى جوج البرامل في دقة واحدة لمسافة كبيرة وفجأت نوبتليو رمى البرميل تخرج من السقف على برة وكلهم مصدومين ودوز قاع المراحل وكان متفوق فيهم من قوته وخمزة صغيرة وفشعلنا على المتأهلين كان منهم ليو وثيمون وثلاثة أخرين ومشاء للدار وحيث كان الليل دخل من السرجم بيته وقى جداه كانت تسين فيه وهي مقلقة حيث تعطل بزاف هو ملقى ما يدير وعود ليها على كل شيء الليطرة من نهر القيناع وقال ليها بغير يربح كي يعاون ببهف الكريدي الذي عليه جدا توت اضطرت بزاف بهدرته وقالت له أنا ديما معك ليو كان قالس في المكتبات المدرسة هو وصحابه فبنت له إيريكا وقرر يلبس القيناع ويمشي يهدر معها حيث القيناع يعطيه ثقة في نفسه وذلك الشيء الذي يريده هو الليطرة يلبس القيناع وفش يهدر معها تافقوا يرجعوا مع بعضياتهم في دارهم وهنا جلم يعد للمرحلة الثانية من المسابقة دخل مصارع قوي بثاف كي يستعمل الحبل في المصارعة دياله وجامع ليو في المصابقة فشدخل ضحك عليه حيث يصغير وبدأت المصارعة ليو كان زائد عليه بثاف ولم يستطيع أن يطيحه ضغية وفش كان عليه أن يغلبه ليو هزه من فوقه فهناده كان بغي يلويه بالحبل دياله ولكن ليو كان سريع عليه وشد الحبل وبدأ يدور به عليه حتى يستطيع أن يطيحه وغلبه وربح في هذه الجولة وجدته كانت تفرج فيه التلفازة وفرحانة به بثاف رجع للدار وقبل أن يصل الوقت الذي ستلاقى فيه مع إيريكا بدأ يدرب رأسه على الهضران الذي سيقول ليها وقبل أن يكمل جاءت بكري فرحبت بها جدته ونزل عندها وهو تالف وقال لي ها سنجيب ليك شيئا تشربيها جاءت لديه الكوزينة وبالزربة رمال قناعة في التلاجة هي ما مادة الريحة المشيهية هذه وثلاته عليها هو لا أعرف كيف يأتي ولكن جداه نقضيت الموقف وقالت ليها الريحة جاء من بره جاءت لمرحلة الثالثة من المسابقة فمشى ليها ومشى معه جدته لكي تفرج فيه مباشرة هو طاح مع واحد المصارع تقيل بزاف وأكيد مع القناعة لا يجب شيئا ولكن المصارع فشح السبراس ويجب تغلب بدأ يعمل المهاراته لكي يصخف ليه ولكن تهيه لم يصدقته وقدر يغلبه بالضربة القاضية ساموا مودي الأعماله كانوا يتفرجونه مستغربين من قوته وهو مازال صغير اليوم شاكي يهدر مع صاحبه جديد سيمون وعود له سيمون على حلمه الكبير حتى هو لكي يكون مصارع وقال له هذه المصابقة هي الأمل الوحيد الذي لكي يدخل لهذا العالم ليو شجعه وقال له أكيد سيأتي النهار لتحقق الحلم من بعد مشى القهوة هو وصحابه إيريكا وبدأوا يهدروا على المصارع كيت كيوس لما قدر حد يتعرف عليه وقالت لهم إيريكا تهيه تبعها مصابقة ومتوترة الكثير منها ليو شجعها وقال له سيرقص معها ويقدمه عرض زوين قليلا دخل واحد شفار للقهوة خلع الناس كلها وريد أن يسرق الفلوس ليو شجعه وصحابه عرفوه بما هو كيت كيوس بدأ يضرب في الشفار ومرمدهم جيدا ورماه على بره وقالوا البوليس والصحافة جاءت وصورات مع المقنع وكل شيء بدأ يعتبره بطل سام كان يتفرج وحقد عليه كثير حيث كل شيء يرى هذا الدري الصغير بطل صحابه قالوا لي سيلبسوا تيشورتات فيهم اسميته ويحضروا معه المرحلة التي قبلها من الآخرة لكي يشجعه وإيريكا شكرته كثيرا حيث سيعاونها في المصابقة وكيبان بدأت معجبة تهيئ به ليو فرح حيث يكسب تيقتها وبدأ يدربوا على المصابقة جان نهارد المرحلة مقبل التالية وجاءت معه جداته وبدأت تشجع فيه هو عرف والذي ستواجه مع سيمون والذي سيربح فيهم ستقابل معه سام في النهائي المدير للأعمال سام اضعوا واحد المادة ستصعب على ليو لكي يخسر وفعلا لم يبقى قدر يتمشى ورجله قد تلصق فشرمه سيمون على بره عاد عرف بالذي سباطه وفيه شيء تلصق قالها للحاكم الذي قال له خاصة تكمل ضروري وله سنعلن على الفائز ليو جمع قوته ودخل حرب قدر يربح سيمون بصعوبة وفي الآخر شكر سيمون بزاف وقال الجمهور يتسناوه في النهائي فخرجه بدأ يهدر مع أصحابه وقال لهم على السر ودير القيناع ولكن مدير أعمال سام كان يتصنط عليهم وعرفته هو السر جاءت عنده جداه لكي تقول له يمشي للمؤتمر الصحفي ضروري يخذ سيساله ضغيق قبل أن تبدأ مصابقة إريكا بدأ يستفز السام الشيء الذي يجعله يتعصب تصور مع المعجابين وبدأ ملاهي معهم وانساء إريكا كانت متوترة كثيرا وكانت تساين في هيجي وفش وصلت نوبتها ظلعت بوحدها وكانت تالفة كثيرا رأيت واحد من صحابهم وظهر عاونها حيث تحافظين الرقصة وشجعها حتى تكمل المصابقة جيدا فشسالات عاد جاليو واعتذر منهم وقال لهم المؤتمر تعطل ولكن وراوه تصوروا فيديوه مع المعجابين تعصب وقال لهم هذا الشيء أهم المصابقة قد إريكا ومورها أخرج أصحابه أحسوا باللي أو مغرور كثيرا تلاقب المتنميرين وثاني وخلاوه يرجع طالع له الدم للدار شافته جداه فعاود ليها على الليطرة فقالت ليه باللي صحابه يريدونه وهو غلط معهم ولم يجعلوا يعتمد على القيناع في كل شيء حيث لا يحقق ليه الليو فهمها دارتها والقاب اللي عندها الصح لغدت ليه للمدراسة وطلب السماحة مصحابه وقال ليهم سوف نعود ليه فوافقه يعطيه فرصة أخرى جاء النهارد النهائي وقبل أن يدخله لديه مدير أعمال سام لكي يعتذر منه لديك شيء الذي يقع في المؤتمر وبلا ما يحس جاء سام وبدأ القيناع بأحد آخر كي يشبه ليه بدأت المصابقة والحاكم كان واحد من المصارعين المشهورين وحتى بها كان يتفرج ليو بدأ يضرب في سام ولكن لا يستطيع أن يحرك فيه شيئا وهنا بدأ سام يضربه حتى يبدأ القيناع من يجيبه وعرف ليو بأحد ذلك هذا الذي يرمى شيئا حقيقي فحيده وهنا ببه شافه وجاء كي يجري سام حاول يلبس القيناع ولكن لم يدخل له فراسه تعصب ولاحه حتى الصقف الشبكة اللي الفوق ليو طلع له كي يجري وصل بباه وقال له بأي واحد مننا لديه نقطة للضعف وهنا تفكر ليو بالليسام نقطة ضعفه هي العلو فبدأ يستفز به حتى يخرج عنده وضعه وضعه هنا ليو نقز عليه وقدر يغلبه بما يلبس القيناع وهكا ربح خمسين ألف دولار بشجاعته فرح كثيرا وعيط على سيمون حتى هو معه وخم منوع سيمون شكره كثيرا حتى يجعله يعيش هذه اللحظة جاء مدير أعمال سام وهو مع الصب وبغير يسرق منه الشيك فطلعت جدته وعطته عليه كي يقلب من بعد ليو قرر يدخل الترينيم على فريق المصارعه في المدراسة ويقوم بمدير سيمون كي يدرب رأسه وبغير يحقق حلمه بمجهوده وهنا تسالة الفيلم دينا نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفيتا وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش تفرجوا في الملخصات الجاية تلوا وانتلاقوا في الفيديو الجاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر